وانا اوكرانيا نشرت الاخبار من قناة يو اي تي في اهلا بكم نشرت صحيفة كوميرسانت الروسية تفاصيل الخطة التي اقترحتها كل من فرنسا وعلمانيا واوكرانيا لتحقيق السلام في النباس مدير مكتب الرئيس الاوكراني اندري ارماك اشار الى ان نشر صحيفة الروسية تفاصيل الخطة يعني ان روسيا كانت قد حصلت على نسخة منها الامر الذي كانت تنفيه الى وقت قريب يذكر ان مستشاري قادة ربعية النورماندي اتفقوا خلال اجتماع عقد نهاية العام الماضي على تشكيل مجموعات عمل رئيسة مهمتها اعداد خطة تتضمن تنفيذ اتفاقية نينسك للتسوية السلمية في الدنباس دون الكشف عن تفاصيلها الا بعد موافقة كافة الاطراف عليها وكان مسؤولنا في الكريملين صرحوا في وقت سابق ان روسيا لم تتلقى نسخة عن هذه الخطة المادة المنشورة في الصحيفة الروسية تؤكد صحة تصريحاتنا السابقة التي عبرنا فيها عن شكوكنا بالدعاءات ممثل روسيا حقيقة ان موسكو تلقت نسخة من خطة السلام تزيد من فرص المساعدة في انهاء الحرب في دنباس واستعادة الاراضي والشعب الى السيادة الاوكرانية لكن شريطة توفر الارادة السياسية للاقدام على هذه الخطوة افدى بيان صادر عن قيادة القوات الموحدة الاوكرانية ان المجموعات المسلحة غير الشرعية في الدنباس قصفت صباح اليوم المواقع الاوكرانية بالقرب من بلدة سفيتادارسكا واضف البيان ان الجماعات المسلحة انتهكت عشية امس اتفاق وقف اطلاق النار سبع مرات مستخدمة قاذفات القنابل من مختلف الانظمة ومدافع الهون والاسلحة الرشاشة ولم يسفر القصف عن وقوع خسائر في صفوف القوات الاوكرانية تشير الحقائق الى ان ممثلي الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعين للاتحاد الروسي مستمرون في انتهاك الاتفاقات التي جرت توصل اليها في السابق نشدد على التزام القوات المسلحة الاوكرانية بالجميع اتفاقات وقف اطلاق النار التي تم التوصل اليها وتنفيذها كافة المهام الموكلة اليها في مقابلة مع وكالة انترفاكس الاوكرانية صرح اندري ارماك مدير مكتب الرئيس الاوكراني ان معظم القتلى في صفوف الجيش الاوكراني ساقطوا على ايدي قناصة الجماعات المسلحة غير الشرعية على وجه التحديد ولهذا يجب على مجموعة الاتصال الثلاثية فرض ما زيد من الضوابط ورفع درجات المسئولية عن استخدام اسلحة القناصة في الدنباس وفي الاجتماع الاخير لمجموعة الاتصال الثلاثية الفرعية الخاصة بشؤون الامنية اقترحت اوكرانيا اتخاذ تدابير لوقف اطلاق القناصة في الدنباس في الوقت نفسه شدد اندري ارماك على ان اوكرانيا لا تزال ملتزمة باتفاقات وقف اطلاق النار الكامل على خط التماس الذي جرى التوصل اليه في 22 يوليو 2020 سرى اتفاق وقف اطلاق النار في الاشهر الاولى بالكامل وتم تنفيذه بنسبة 100% بعد ذلك ازداد عدد الاستفزازات من المجموعات المسلحة غير الشرعية التابعة للمناطق الخارجة عن سلطة الدولة الاوكرانية لسوء الحظ شهدنا في الاشهر الاخيرة تصعيدا للصراع لكني لن اقول ان الهدن انهارت لم تفعل اوكرانيا اي شيء يشي بنيتها الانسحاب من اتفاق وقف اطلاق النار لكننا مضطرون باستمرار للرد على الاستفزازات بطريقة موجهة وحاسمة قال مستشار الرئيس الاوكراني اندروي ماك ان اوكرانيا ستكون ضمن اولويات السياسة الخارجية الرئيسة للادارة الامريكية الحالية واضف ان فرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات ضد روسيا اضافة الى تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن بشأنها مؤخرا تعد مؤشرا مهما على الدعم الكبير الذي تقدمه البلاد المتحدة لاوكرانيا من بين اشكال الدعم القوي لاوكرانيا موقف الادارة الامريكية من ضم القرم فالموقف الحالي بدأ اكثر حزما من المواقف التي اتخذتها الادارة السابقة هذه مجرد بداية اضف الى ذلك فرض عقوبات جديدة على الاتحاد الروسي وهذا كله حدث خلال الستين يوما الاولى من عمل الادارة الامريكية الجديدة وجهت المدعية العامة في اوكرانيا ايرينا فينيديكتبا تهمة التهرب الضربي الى احد نواب البرلمان الاوكراني بجرم التهرب من سداد ضرائب بمبلغ يقارب مئة مليون هريمنا وبحسب التحقيق فان المشتبه به كان متورطا في بناء وبيع اكثر من 1200 قطعة عقارية وكسب عليها اكثر من 360 مليون هريمنا دون ان يفسح ضريبيا عن كشفاته الاصلية وكالة انترفاكس الاوكرانية ذكرت ان الشكوكة تدور حول النائب عن حزب من اجل المستقبل دكتور ميالك وبحسب موقع البرلمان الاوكراني فقد تم انتخاب ميالك لعضوية البرلمان عن الدائرة المئة والخامسة والخمسين من اقليم ريفني رقمان قياسياني مجددا بعدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا وفق ما جاء في تقرير وزارة الصحة الاوكرانية الذي اشار الى تسجيل 16669 حالة اصابة جديدة و362 حالة وفاة فيما نقل 4838 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج وتعافى 6748 وقد سجلت معظم الاصابات في اقليم كييب وودسا وشتومر وزارة الصحة افادت ان اكثر من 155 الف اوكراني تلقوا الجرعة الاولى من اللقاحات ضد فيروس كورونا واكدت ان التطعيم هو طريقة الفعالة الوحيدة لمكافحة الجائحة اللقاح الذي طورته شركة استرازينيكا وجامعة اوكسفورد امن وفعال وذو جودة عالية وفوائد استخدامه تفوق مخاطره وفق ما اعلنته الوكالة الطبية الاوروبية بعد مراجعة تقارير تجلط الدم لدى الاشخاص الذين تم تطعيمهم بهذا اللقاح حيث توصلت لجنة تقييم المخاطر بعد اجراء التحليل المناسب الى استنتاج مفاده انه لا يوجد دليل على وجود علاقة بين التطعيم وزيادة خطر الاصابة بجلطات الدم لدى الاشخاص الذين تلقوا هذا اللقاح وكانت وزارة الصحة الاوكرانية ذكرت انه وفقا للتشريعات الاوكرانية والمعايير الدولية يتم التحقيق في جميع حالات الوفاة في غضون 30 يوما بعد التطعيم بغض النظار عن ظروف الوفاة وحتى الان جرى تطعيم 155.587 مواطن بلقاح كوفيشيلد شعر 587 شخص منهم بأعراض جانبية خفيفة صدق الرئيس الاوكراني فولاديمير زينيسك اليوم على مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي شملت 27 بادة من بينها ضمان المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء وحماية حقوق الاطفال ومكافحة العنف المنزلي والتعذيب وضمان حقوق قدام المحاربين والنزهين كما تحدد الوثيقة آليات استعادة حقوق الاشخاص التي نحرم من حريتهم نتيجة العدوان الروسي وفق مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل فريق من المحاققين لجمع المعلومات عن مزاعم باستخدام مفرط للقوة وتعذيب مارسته السلطات في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وسيجمع الخبراء المعلومات والأدلة على انتهاكات حقوق الانسان بهدف تقديم برتكب الجرائم إلى العضالة وفقاً لمنظمة حقوق الانسان بسنا فإن الحكومة البيلاروسية اعترفت بوجود 299 سجيناً سياسياً في البلاد وأن ألفاً آخرين رفعت بحقهم قضايا جنائية بدوافع سياسية أصبحت الحالات الموثقة للاعتقال والاحتجاز التعسفي لأعضاء المعارضة والصحفيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الانسان فضلاً عن أحكام السجن المفروضة على العاملين في مجال الإعلام حقيقة يومية في بلاروس لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان من الضرورية أن يحاسب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان المتورطين بارتكابها ووضع حد للإفلات من العقوبة قام فريق من الشباب الأوكراني برحلة استكشافية هي السادسة والعشرون في تاريخ أوكرانيا إلى محطة أبحاث الأكاديمي فرناتسكي الواقعة في القارة القطبية الجنوبية يشارك أعضاء الفريق العلماء في البحث العلمي المتعلق بتغير المناخ واستجابة الحيوانات والنبتات لظاهرة الاحترار العالمي انطلقت اليوم في بوكشيما في اليابان مسيرة شعلة أولمبياد توكيو المؤجل حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا دون جماهير اختيار بوكشيما جاء رمزا عن تعافي المنطقة وعودة الحياة إليها بعد كارثة تسونامي المدمرة والحادثة التي وقع في محطة بوكشيما للطاقة النووية في عام 2011 تقوم لعبات المنتخب الياباني لكرة القدم بإشعال المشعل بعد نقل الشعلة من اليونان وسيتناوم قرابة عشرة ألاف عداء على حمل الشعلة عبر 47 محافظة في البلاد وعلى الرغم من تحديد موعد جديد لانطلاق الأولمبياد هو 23 من يوليو من هذا العام إلا أنه بقي باسم توكيو 2020 ما زلنا في مرحلة إعادة الإعمار وسوف يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى نتعافى تماما ستمر الشعلة الأولمبية عبر جميع المدن التي حددت مناطق محظورة بسبب الكارثة النووية من المؤسف أن تقام الألعاب الأولمبية في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا ومع ذلك أنا واثق من متابعة الناس للمنافسات عبر شاشات التلفاز وتشجيع الرياضيين من أجل تحقيق نتائج جيدة بعد توقف لمدة عام انطلقت أمس بطولة العالم لتزلج على الجليد في ستوكولم البطولة السابقة ألغيت بسبب جائحة ويروس كورونا لكن البطولة الحالية أقيمت حتى لو كانت بدون حضور ومع اشتراطات صحية صارمة لم تستطع ابنة مدينة كيف أنستازية أركويفا المتزلجة البالغة 17 عاما من أداء فقارتها بنجاح فقد تمزقت إحدى حلقات الأصابع في بداية العرض ثم ما لبثت أن ارتكبت خطأا فنيا ونتيجة لذلك لم تنضم إلى نخبة المتزلجين المنتقلين إلى منافسة التزلج الحر نهاية النشرة قدمناها لكم من قناتي يوتيفي شكرا لحسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة